المنزل المنزل هو السكن والمكان الذي نعيش به وهو المكان الذي نقصده للراحة بعد تعب العمل ومشقته دعونا في البداية نستعرض عدة سيناريوهات نراها دائما من حولنا تخيل كيف يتحكم كبار السن والمعاقون حركيا بالأجهزة المنزلية هل يتمتعون باستقلالية أم أنهم عادة ما يحتاجون إلى مساعد يعينهم على ذلك تذكر أيضا كم مرة نسيت إحدى أجهزتك مفتوحة حال خروجك من المنزل وأشغلت بالك حتى رجوعك له وكم مرة سبب لك ذلك خوفا وقلقا على سلامة منزلك والآن تخيل لو أن هناك وسيلة توضح لك مقدار استهلاكك للأجهزة وتقارنها بالمبلغ الذي تنوي دفعه شهريا لشركة الكهرباء لمنزلك هل سيساعد كذلك على ترشيد الاستهلاك؟ تطبيق مغنى جاء ليوفر حلولا تقنية لمنزل ذكي يسمح للمستخدم بالتحكم بأجهزة المنزل عن طريق الأوامر الصوتية باللغة العربية يستطيع المستخدم من خلال تطبيق مغنى التعرف على حالات الأجهزة وما إذا كانت مفتوحة أو مغلقة كما يسمح للمستخدم بتشغيل أو إغلاق الأجهزة حال خروجه أو رجوعه من المنزل عن طريق إنشاء روتين يقوم بذلك كما أنه يسمح للمستخدم بتشغيل الأجهزة أو إغلاقها تلقائيا بوقت معين يقوم بتحديده المستخدم مسبقا كروتين صباحي أو مسائي يساهم مغنى في ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال حساب مجمل استهلاك المستخدم للأجهزة بناء على حسبة شركة الكهرباء السعودية ولأن القراءة هي إحدى المشاكل التي يواجهها كبار السن يوفر مغنى خاصية قراءة الصفحات بصوت بشري حتى يساعد كبار السن الذين يعانون من قصر النظر أو الأميين على استخدام التطبيق بفاعلية مغنى لحياة أسهل اشتركوا في القناة